تصطف هذه الشاحنات أمام صومعة مبابا للحبوب والغلال استعدادا لتوريد كمية كبيرة من القمح الصومعة تعد الأقدم والأكبر من نوعها في مصر إذ أنشئت في بداية ستينيات القرن الماضي وتبلغ طاقتها التغزينية نحو ستين ألف طن أول ما بتخش العربية بتخش مبابا بتسجل بعد التسجيل بيفرزوها بيتم فرزها إذا كان فيها أي شوائب بطرفة إذا كان فيها سوس أو حيزا كده بيتم رفضها على طول ما فيش بتوجع الميزان توزن وتروع على النقرة الاستقبال تفرغ ويوزن تاني فارغ هنا تبدأ المرحلة الأولى للقمح قبل استلامه من الموردين فهذه اللجنة المشكلة من وزارتي الزراعة والتموين وهيئة سلامة الغذاء مهمتها الأساسية التحقق من جودة القمح وخلوه من الحشرات وملائمته للتغزين والاستهلاك نبدأ نعمل عملية فحص دوري لي كل 10 يام أو 11 يوم وعندنا جهاز لخياس درجات الحرارة بنعرف لو في المغازون فيه احتفال درجات الحرارة ده برضو بيبقى دلالة عندنا لسلامة المغازون وبينتمعوا أول بأول لا قدر الله لو فيه إصابة أو فيه حاجة نبتدي نتعامل معهم مباشرة خلايا التبخير عندنا عندنا خلايا التبخير ونبتدي نتعامل عليها وبعدين برضو بناخد عينات تاني وبنعمل عليها فحص دوري في المعمل عندنا هنا وبعد كده نبتدي نصرفه للمطاحن تبقى للبرنامج الموجود عندنا في الصمع مؤخرا اتخذت دولة إجراءات لتحفيز المزارعين والموردين على توريد ما لديهم من محاصيل لتضاف إلى الرصيد الاستراتيجي أبرزها رفع سعر إردب القمح ليبدأ من 865 جنيها حتى 885 جنيها فضلا عن تزديد المستحقات خلال 48 ساعة بنبدأ بالبوابة نسجل عربتنا نخش نفرز بعد الفرز بناخد التقريد بتاعنا اللي هي درجة النظافة وبعد كده نخش نوزن نصف عربتنا في النهاية وناخد كارتتنا ونتكل على الله تبلغ المساحة المنزارعة بالقمح نحو 3 ملايين و 650 ألف فدان وتستهدف الحكومة توريد 5 إلى 6 ملايين طن من المحاصيل المحلية خلال العام الجاري وتسلك الدولة مسارات عدة لتأمين احتياجاتها من الحبوب خصوصا في ظل طلب متزايد وأزمة عالمية طاحنة